هل يجوز تقبيل أم الزوجة؟ بقول بداية عشان أصل للإجابة بداية من تزوج امرأة حرمت عليه أمها من تزوج امرأة حرمت عليه أمها احفظه معايا النقاط الفقهية دي يبقى اللي بيتجوز وحدة بتحرم عليه أمها إذن من تزوج امرأة حرمت عليه أمها وإن علت وحيقول لك إيه الدليل؟ الدليل من قول الله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر قوله جل وعلا وأمهات نسائكم خلي بلك في صورة النساء الآية 23 والتحريم هنا إيه؟ تأقيت ولا تأبيدي؟ لا تأبيدي تأبيدي محرم تحريم تأبيدي خلي بلك معي جدا إذن لما تزوج بهذه المرأة صارت أمها محرمة عليك والتحريم هنا تحريم تأبيدي خلي بلك معي جدا وبما أن التحريم هنا هو تحريم تأبيد فأقول بإذن الله جل وعلا إذن جاز له من خلال التحريم التأبيدي عدة أمور عدة أمور خلي بلك معي جدا إذا كانت المرأة اللي هي أم الزوجة محرمة عليه تحريم تأبيد فجاز له عدة أمور أنا أقتصرها لك الأمر الأولاني يجوز له السلام عليها الثاني يجوز له إيه مصفحتها الثالث يجوز له إيه السفر معاها الرابع له أن يقبلها وتقبله له أن يقبلها وأن تقبله ركزوا معي جدا إذن لما كانت أم الزوجة محرمة على الزوجة تحريم تأبيدي تحريم تأبيدي صار يجوز له عدة أمور الأمر الأولاني أنه يسلم عليه الأمر الثاني أنه يصفح الأمر الثالث أنه يسفر معاه الأمر الرابع أنه يقبلها وتقبله لكن بضوابط خلي بالكم معايا جدا العلم قالوا إيه ليكن التقبيل على الرأس واليد ليكن التقبيل على الرأس واليد يقبل رأسها يعني يقبل الجبين يقبل الرأس يقبل الإيد ليه لأن هذا من باب البر وهذا من باب الاحترام والتوقير إلى آخر هذه الأمور والتقبيل في الرأس أو تقبيل الرأس أو تقبيل الجبين أو تقبيل اليد يا جماعة اليق بالبر والاحترام اليق بالبر والاحترام وليتجنب التقبيل على الوجه لأنه مظنت شهوة لأنه مظنت شهوة خلي بالكم معي وننبه بأكر مرة ثانية وننبه إلى أنه ينبغي أن يجتنب التقبيل على الفم في هذه الأحوال أنبه على أنه ينبغي أن يجتنب التقبيل على الفم في هذه الأحوال وليكن على الرأس وبين العنين اللي هو في الجبهة أو على الجبهة أو على اليد قال في الإقناع 3 على 156 ركزوا معي جدا قال في الإقناع ولا بأس للقادم من سفر ولا بأس للقادم من سفر بتقبيل ذوات الأرحام ولا بأس للقادم من السفر بتقبيل ذوات الأرحام إذا لم يخف على نفسه لكن لا يفعله على الفم لكن لا يفعل التقبيل يعني على الفم لكن لا يفعله على الفم بل الجبهة والرأس عايز يقبل يقبل جبهتها يقبل رسها يقبل إيدها نعم ذلك أليق بالبر والاحترام زي ما قلت سابقا ذلك أليق كما قلت سابقا بالبر والاحترام